الزميل أسامة وحيد يقول سمعت ما يكفي ووعين بما يكفي ليتنا نمتلك الجرأة على البوح ماذا أقول يا أسامة ليتنا نمتلك الجرأة على البوح لا نملك الجرأة ولكن في بعض الأحيان نرجح العقل أكثر من أي شيء إلى الزميل أسامة وحيد يقول سمعت ما يكفي ووعين بما يكفي ليتنا نمتلك الجرأة على البوح ربما في بعض الأحيان يا أسامة الصمت أفضل لأن الصمت قد يرجح العقل والعقل دائما ما يفوزه في معارك العقل والقلب إلى نيلة بالرحال تقول الوطنية في المزاد والله العظيم يا نيلة قد ربما وضعت الأصبع عن الجرح لأنه الآن كل يساوم على الوطنية والله يخون فلان والله يقول هذا فلان وطني ولا هذا فلان عنده نسبة من الوطنية لا كلنا نملك الوطنية كلنا نحب بلادنا كلنا نعشق في بلادنا وقدرين كلنا نضحي على جال بلادنا إذن لا يزيد أحدكم أو أحد على أخر في الوطنية الوطنية هي ملك للرجال وهي صفة يتصف بها الرجال وليس لأي كان أن يقول أنه يمتلك الوطنية ويفتقدها الآخر أو يخون الآخر قلت لك أنك وضعت الأصبع على الجرح في هذه الفترة بالذات لهذا وجدتني أتفاعل بهذا الشدة مع تغريدتك يا نيلون